من الأسئلة التي طرحت علي هل الإنسان لما يتبرع بالدم يعني هل يجب أن لا يذهب دمه إلا إلى مسلم وإلا إلى رجل صالح وإلا إلى رجل تقي كان يصلي معنا وحد الشاب في مسجد الإمام العربي تبسي في الحامة بالوزداد كان يصلي معنا وهو شاب طيب وعلى نيته هو رجل صالح إن شاء الله لكن هو الذي أخبرني هو قال لي لما أسمع وحد الدرس أنا درته على التبرع بالدم راح المصفى باشا هذه قصة قديمة يعني قال لي راح للطبيب قال لي قلت له يا طبيب أنا أحب أن تبرع بالدم قال له مرحبا بك وما شاء الله والحمد لله الوعي تعالشباب وصل إلى هذا الدرجة ولو هم يجوا يتبرعوا بالدم يعني الطبيب فرح بالزاف ما شاء الله وما بعد قال له بس أسمح لي يا سيد الطبيب قال له أنا دمي لازم تعطيه الواحد لي صلي الواحد لي صلي قال له أنا ما نحمش دمي في واحد ما يصليش ومعد يوم القيامة هذك لي ما يصليش يدخل النار ودمي يدخل معه للنار لا 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 ما للطبيب هذا واش عليه جو زهاله المهم هو أني أعطينا برك دمك وخلاص قال له لا لم لي حافك شبه وإن شاء الله إحنا إن شاء الله كش ما مريد يكون مسحق نشوفه لي صلي نعطيه له كده هذي جو زهاله على مضض واشنو هو الشرطة الثالث تاعه هنا طبيب قال له نود أخرج عليه الشرطة الثالث قال له والشرط أن يبقى يصلي حتى يموت قال له أنا نخاف تعطي دمي الواحد ما يصليش الواحد يصلي ومن بعدها يبطل صلاة ويدخل للنار ودمي يدخل للنار لا 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 قال له يا أوليدي أخرج عليه قال له الشرطة علي يصلي ها نعم الشرطة علي ما يكون ما يصليش ما تعطي لهش دمك وافقت لك ولكن نظمن لك باللي يبقى يصلي حتى يموت هذا أمر خارج عن نطاقي إما للإنسان لا يشترط هذا وعمل عمل خيري إن شاء الله يعني مما يشكر عليه الإخوة في إسبانيا في أليكنت ونوجد جزائريين عندهم وقع لكل اثنين يروحوا المستشفى يتبرعوا بدمهم للناس للناس عموما يعني لا يشترطون شيء يروحوا شبان ما شاء الله يتبرعون بدمهم لا يشترطوا لي كل مسلم ولا مشي مسلم وإنما شعارهم من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يعاونوا قاع البشرية جزاهم الله خير وأسأل الله لمن استفاد من دمهم أن يسلم وأن يحسن إسلامه إن شاء الله إذن يجوز التبرع بالدم ولا شيء عليك وصيامك صحيح إن شاء الله أحياها شكرا